أنتم تفعلهم خير أنتم تفعلهم خير ربع قرن من الزمان ووجع هذه الأسر التي تضررت من حرب الخليج مفتوح على مصراعيه في هذا الحي الذي سمي لاحقا بحي المغتربين بمدينة باجل شرقية محافظة الحديدة غير أن غربتهم لاحقتهم حتى في أرض الوطن فصاروا في العراها مئات الأسر تقيم هنا وسط غياب تام للخدمات فالسكان محاصرون بالأوبئة ومياه الصرف الصحي وغياب تام للمياه وشبكة الكهرباء بالتماهي مع مساكن غير صالحة للعيش الآدمي وعلى الرغم من كل ذلك أخيرا جاء المطر ليضاعف من المعاناة لا طموحات كبيرة لهؤلاء المتعبين صار أقصى ما يطمحون له هو توفير أدنى مقومات الحياة أملا في حماية أطفالهم من الضياع فمعدل الأمية هنا يتجاوز التسعين بالمئة وليس ثمة مدارس تفتح للأطفال نافذة نحو المستقبل يقول الأهالي إنهم بذلوا جهودا مذنية لإسماع صوتهم وإيصال معاناتهم غير أن كل المناشدات ذهبت أدراج الرياح والإهمال وأن الحياة صار مسكونا بالحرمان ومرميا خلف اهتمامات كل السلطات المتعاقبة ملقيا على قارعة التهميش والحرمان حتى إشعار ليس له آخر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر